السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم جميعا وإن شاء الله بإذن الله تكونوا بألف خير وساعد إن شاء الله بإذن الله درس النهاردة وهو إزاي نحسب كميات حفر وردم بتاعة الدوار لوحده طيب دلوقتي يا حضرتك لو إحنا بعد ما نهينا من تصميم الدوار وشفنا كده هو الأسطح اللي موجودة قدام كده هو حضرتك تمام مع الدوار هتلاقي بص يعني منظر يعني بسم الله طيب أتي ده كده اتدوار طيب خليك بها كده معي واحدة واحدة دلوقتي أنت ممكن تدوار طالما أنت عامله سطحة لوحده تحسبها بطريقة أنت عجيب سطح الديتام وتحسبها بطريقة ولكن حاجة مهمة جدا قبل حضرتك تحسب الكمية دي لازم حضرتك تفرغ المكان اللي في النص لأن دوت مش محسوب معاك في الكميات ده منطقة على تعمل منظر جمالي تحط هنا زرع أي إن كان إلا هيتحط تمام فهنا هو المنطقة دي خارج حساب الكميات أنت بالنسبة لك الكميات عند الطريق وعند سيد ووك اللي قدام حضرتك طيب لو أنا ده الوقتي عايز أحصرها يبقى أنت ده الوقتي لو عايز تحصرها بطريقة ال لازم تفرغ المنطقة اللي في النص لدي طيب لو عايز ده الوقتي أحصرها بطريقة الكطاعات العرضية السامبل لاين هل محتاج أفضي المنطقة اللي في النص لدي لأ ليه؟ ده اللي أقوله لحضرتك بمنطقة البساطة وعقول لحضرتك طريقة بمنطقة الدقة طيب أول حاجة حضرتك هو دوت الالايمنت اللي كان بيمثلي طيب أول حاجة حضرتك دوت الالايمنت اللي كان بيمثلي المصار بتاع الراوند أباوت طيب قلت لحضرتك كام فيه على المينو طب ليه المينو لإن الزيرو بدء من النوت والاتجاه ماشي كده ويعني ماشي مع عقارب الساعة يبقى على المينك هو الرايت وعلى شمالك هو الليفت لو جيت حضرتك أخدت ينهوت مقاس من النوت هنا هو لحد منطقة الانترسكشن اللي موجودة قدام حضرتك دي هاتلاقيها خمسة متر هي خمسة متر بالزبط shell هي نجيبه كده ماas صح هناخده هي نهوت من النوت هنا هو لحد منطقة الانترسكشن اللي قدام حضرتك دي كده هي هاتلاقيها هي الخمسة متر بالزبط طيب دي كده اول منطقة بالنسبالك انت ليه بتعمل كده اقول لحضرتك ده الوقتي ان اول حاجة بالنسبالك هتمسك الالليمنت دوت وتعمله حاجة اسمها افصت اللايمنت طيب الافصت اللايمنت ده احنا قلنا هنعمله في اتجاه الريت ففي اتجاه الليفت هقول له لأ زيرو مش عايز انا عايز واحد بس اتعمله لف اتجاه الريت والانكريمنتل اللي هي عايزه كل عايزه يتعامل بمسافة اد ايه عايزه بالمسافة بتاعة الخمسة متر تمام وعبدا ده ماشي تديله الستيل بتاع الأفصة ومش عايز دوليبل وعبدا اقول له اوكي خليك بقى كده حضرتك معايا واحدة واحدة وعفاهم حضرتك انا ليه باعمل كده طيب فهو كده هو اتعمال لينهوت ده كده عبارة عن أفصة اللايمنت هو بتاع الراوند رايد واللي دوت عبارة عن خمسة متر طيب جميل اوي الكلام من ده الحاجة التانية الحاجة التانية ان انا عايز حضرتك ترسم بولي لاين بيمر بالمنطقة دي بيشغل المنطقة دي كلها طيب انا عتعب حضرتك وخليك ترسم بولي لاين بيمر بالمنطقة دي انت ممكن ترسم بولي لاين تمام وعند مناطق الكيرت بتاعه تحوله فهمي تعمل له كنفرتي كيرت والكلام ده كله ولكن انت مش محتاج تعمل الكلام ده لان البولي لاين ده حضرتك ممكن تستخرجه بمنطقة البساطة لان انت اصلا عندك السطح حاوم شكل لك المنطقة دي بعد تضغط على السطح بتاعك ومن extract from surface اقول له انا عايز استخرج object والobject ده عبارة عن البردر يبقى حضرتك كده خلاص طلعت الشكل اللي قدام حضرتك ده اللي هو البولي لاين ولكن ده عايز ترعلك خط 3D بولي لاين طيب احنا مثلا مش هسين نتعاملوا معاك خط 3D بولي لاين اعوريك ازاي دلوقتي مثلا تعمل له convert اللي هو يبقى بولي لاين عادي طيب فده كده الخط 3D بولي لاين انا دلوقتي مش عايزه بولي لاين هتروح عندك من موديفاي تمام هتلاقي حاجة بتسمى بي الديزاين هقول له convert 3D to 2D بولي لاين وعبده هقول له تمام هتلاقي كده ولو جيت حضرتك كده وقفت على ده هتلاقيه خلاص بقى لو شفته في الخصائص بتاعته هتلاقي بقى اسمه بولي لاين عادي واحتفظ بأول منصوب كان عنده لان زي ما حضرك عارف ان البولي لاين بياخد منصوب واحد فقط فانا هنا هو مش شغلني اصلا مناسب فهخليه زي رواعدي طيب ليه بقى بتعمل الكلام من ده عشان اقول له حضرتك ان انا الشكل اللي برا دوت هعمل هو كمان منه alignment طيب فاقول له من alignment وخليك معي واحدة واحدة اقول له create alignment from object للبولي لاين اللي قدام حضرتك دوته وعبده اقول له اوكي هو ده المصير بتاعه مش فارق اصلا معي انا بس عايزه كبولي لاين موجود قدام مني طيب واللي ستايل مثلا عديلوا اللي ستايل ده ومش عايز ليبل ومش عايز اي حاجة وده كده اسميه الround offset في اتجاه الليفت شكرا شكرا جدا طيب يبقى انا بقى كده عندي عبارة عن offset alignment في اتجاه الريت وعبارة عندي عن alignment برضه انا واخده بنفس الابعاد ونفس الحدود بتاعة الحدود الخارجية للروند اباوت تمام بقى عندي كده اتنين بولي لاين تمام عبدا اقول له كده العملية تمام انا قاسف بس هو بيحمل ثواني ان فهمني اللوحة تقيلة جدا عشان الشغل فيها كتير جدا طيب بقى هو بقى عندي alignment طيب عايز تعمل ايه بقى حضرتك عايز تعمل ال sample line مية 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 ده ها سميه ايه ده ها سميه الكوانيتتي اهو الكوانيتتي اهو الكوانيتتي تبه كده capital الكوانيتتي بتاعة ال round تميل او الكلام طيب ايه الاسطح اللي حضرك محتاجه انا محتاج ال NGL تمام ومحتاج ال R دي انا اسف محتاج ال NGL عشان كده بس انا اتشك على كل ده تمام ومحتاج سطح ال data بتاع ال round ابدأ كده اكبر دي كده قدام حضرتك اقول له انا عايز سطح ال round انا عايز برضو ال round بتاع الكوريدور تمام وعديله ال style بتاعنا دوت تمام ويه اقول له انا عايز ال round data اهو اللي هو سطح ال data بتاع ال round اللي انا زي ما قلت حضرك انا كنت عامله نوات ومجهزه ده عديله سطح عديله ال style بتاع ال finish دوت وال NGL هي ال existing ground وعبدأ اقول له اوكي جميل هنا بقى العروض بتاعتك فليه عملت alignment فاقول له buy range off station طيب هتظهر لك القيمة المحترمة اللي قدام حضرتك دي كده هون كبروها كده تمام هايقول لك انت عايزه من اسشان البداية لحد النهية هايقول له 100 مياه عايزه من البداية لحد النهية وابدأ بقى العروض بتاعتي فايقول له في اتجاه ال lift هايقول له في اتجاه ال lift هايباشا انت هتاخد من alignment وعبدأ اضغط عليه كده هوت واقول له انت عايز ال alignment انيو اللي كان في اتجاه ال lift هايقول له اسمه round offset lift جميل اوي طيب في ال riot هايقول له انا عايزه اخد من alignment اني مش عايزه اديك عروض انا انا عايز اخد من alignment اشانتزم بالحدود بالزبط واقول له هايخد ال round right هايقول له اوكي طيب هنا هو بقى هنا هو عشان فاهمني ال round في دورانات يام اوكده فقلل معاك الساكاشن بتاعتك فخلي في الخلطون مستقيمة ثلاثة وخلي في الكربات برضو ثلاثة طبعا احنا ما عندناش سبيرل وعمل استشان في البداية واستشان في النهاية وابدأ حضرك اقول له اوكي وتفرج على الجمال اللي عايزه طيب ادي هاي العينات بصوا قدام حضرتك ملتزمة بالحدود بتاعتنا اللي احنا زبطناها وطلعنا اللي ام انت عملنا للداخل والخير بسبب كدوات وعشان كده انا قلت لحضرتك وبس سواني بيحمل عشان كده انا قلت لحضرتك انت مش لازم تفتعمل التجويف اللي جوه دوات كدوات ان انت تفرغوا عشان ما يدخلش معك بحساب الكميات لان احنا كده كده خلاص جبرناه ان هو يحترم حاجات معينة طيب لحظات بس كده انا اسف بيحمل لان اللوحة بصراحة اللوحة يعني بقت تقيلة جدا يعني خصوصا ان احنا هنا في المناطق بتاعت بتاعت الراوند في المناطق بتاعت التقاطعات مزودين الفريكوانسي بصراحة عاملنه كل عشرة سنتي عشان كل حاجة تطلع مية مية بص ينوط هتلاقي بص كده هت العينات بتاعتك ملتزمة بالحدود بتاعتك بالزبط ملتزمة بالحدود بتاعتك والدنيا كده ماشى مع حضرتك فوق المية مية طيب هتعمل ايه بقى خلاصة زر بس كاشن بتاعتك فاقول له من سيكشن فيو كرييت مالتيبول فيو تمام اقول له الايمنت بتاع اللوحة بتاع الراوند والسامبل لان اللي هي الكوانيتي بتاعت الراوند وعقول له انا عايز برودكشن وفي الداتاباند ينوط اقول له في الاي جي يخليلي مناسيب الارض الطبيعية وهنا هو تتأكد ان انا واخد الراوند كوريدور بتاع الديتوم وهنا هو الراوند ديتوم تمام وعبدا اقول له كرييت سيكشن فيو وعن يجي نحطهم كده قدام حضرتك في المكان اللي قدام حضرتك ده كده هم طيب هو بعد ما نزله قدام حضرتك لو جيبها بص كده حضرتك دي هو ده كده سطح الارض الطبيعية وهو ده كده اتجاه يعني هي دي اعتبر كده اللي هي ديت نقطة الكراون تمام؟ هي طبعا مختلفة نهو لان الشكل عبارة عن دوران تمام؟ فهي دي اعتبر نقطة الكراون فبص على المينو في الصيد و بعد كده الكربستون طيب وعلى شمال ولو جيت حضرتك كده اخدت مقاس من ده كده عند ستيشن زيرو ها ده كده ستيشن زيرو اللي احنا بنتكلموا عنها جيت حضرتك اخدت مقاس من البداية حتى النهاية وشفت المقاس ده كده هو تقريبا كامل لقته 33.31 طيب عند ستيشن زيرو طب لو رحت بقى انت اخدت نفس المقاس ده كده هو عد حضرتك وشفته عندك في المنطقة دي اللي هو المفروض يبدأ مع حضرتك من اول النقطة دي كده هوت اللي هي من بداية اللي هي من تينور اللي هي بقى للجنب يعتبر الليفت بتاعه حتى نقطة الانترسكشن اللي موجودة هنا وهو كده هوت اللي هي اعتبر نهايتها عند الجزيرة عتلاها برضو نفس الكلام هي اهي ناخده بس كده المقاس ده عند الانترسكشن بالزبط احنا من كتر تقل اللوحة بصراحة ما بقى ناشا شايفين اي حالة طيب اهي ناخده المقاس ده كده ونشوفه قدام حضرتك عتليه هو بص هو الثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين طبعا احنا بس شامل زبطنا بالزبط ايه كانت ثلاثة وثلاثين واحد وثلاثين وكسور فكده بقى الدنيا قدام حضرتك مية مية طيب عايز بقى تحسب كميات وبالمرة برضه اقول له حضرتك الجدول ده كده هوت ازاي تظهره جنب كل جنب كل كده هوت سكشن قدام حضرتك فتروح نهوت بمنتهى البساطة انت بس تحسب الكميات بتاعتك فتبدأ تضغط على اي سكشن من بتوع حضرتك وتخش في الكمبيوت ماتيريال تمام تقول له تتأكد ان انت شغال في اللايمنت بتاع الراوند وتاخد الكوانتيتي بتاع الراوند وتبدأ تقول له اوكي وهتبدأ تقول له نعايز تمام سطح الاي جي اهوت والديتم بتاع اللي هو راوند ديتم وهتبدأ تقول له اوكي احنا على فكرة برضه انا عايز برضه اوري حضرتك سطح الديتم قدام حضرتك متشكل ازاي يعني ماشي بالميلي زي ما حضرتك عادشوف اهو كده لو جينا بص حضرتك بص سطح هو ده كده سطح الديتم بتاع حضرتك اهو شايف اللي هو اللي باللون اللي باللون الازرق ده كده بص نازل اهو معاكم احترم الكربستور وماشي كده لحد حضرت الاسفلت بتاعتك والدنيا ماشي مع حضرتك فوق المية مية كده هو لو جيت شاكت في اي حاجة تلاقي الدنيا تمام انت كده خلاص حسبت الكميات عايز تحط جدول جنب كل حاجة هتبدأ تضغط عليه تمام وتقوله view group properties تمام هنا هو انت بتعدل في البفر الخارجي اللي موجود برا فانا فعلا عايز اعدل في البفر الخارجي اللي موجود برا فاقوله في change هتلاقي حاجة هنا هو بتسمى بي change band set هتضغط حضرتك عليها هنا هو دي لو انت عايز تعدل في البندات اللي موجودة هنا هو ولكن انا هنا هو عايز اعمل الجدول بتاع الكميات فاقوله change volume table عبدأ اضغط عليها تمام هتبدأ تظهر القيمة دي عايز يقولي انت شغال ايه ده ده total volume تمام لان انا كده مش مش مطلع material list تمام وعقوله انا عايز ال style ده وعبدأ اقوله add تمام وعبدأ اقوله apply هيبدأ هنا هو كدهوت يحمل مع حضرة وتبدأ تقول له اوكي تمام وتبدأ تقول له تاني apply واوكي لقيت الدنيا هنا وتتحولت معك ها دي عبدأ البساطة كدهوت فاهمني هتضغط على اي واحد وتعمل update group buy layout لو حاسيك كدهوت انه مثلا فيه جدول مش متزبط او حاجة مثلا اتحركت من مكانها فاعتبدأ اهو تعمل update group layout فاعتبدأ يعملك update كدهوت للكل وكده الكمية زي ما قدام حضرتك كدهوت حسب تباقة الدنيا 100 اسبط طلع جدول زي بقى كده ما حضرتك عارف ولا بالمرة برضو نعملوها عشان باقولنا كل حاجة تمام هتبدأ هنا تروح من analyze تمام وتقول له من total volume table تمام هتقول له انا عايز بتاعت ال alignement بتاع ال round way ال quantity اللي قدام حضرتك كدهوت تمام وعبدأ اقول له خليه طبعا دينا مكشل لو عدلت اي حاجة ويخليه هنا هو التمام بال style ده كدهوت وعن ابدأ ناخدوه كده هو نحطوه قدام حضرتك هنا هوت هتلاقيات الكمية الاجمالية ثم يبقى الكمية قدام حضرتك هي عبارة عن الكمية الردم الاجمالية عبارة عن 1751 وكمية القطع الاجمالية عبارة عن 3926 يبقى انت كده حضرتك حضرتك الكميات الدنيا بقت حضرتك مية مية وكل سكشن هو جنبه الجدول بتاعه وكده بإذن الله ان شاء الله ارجو اكون وفيت مع حضرتكم ان شاء الله بإذن الله اندصروا بقى الدرس القادم وهو حساب كميات التقاطعات برضو لوحدها ويبقى احنا كده الحمد لله رب العالمين انتهينا من المشروع بتاعنا ده النهائي ممكن كمان نبقى نعمله درس تاني وهي ازاي بقى تستخرج النقاط بتاعة الكوريدور اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته